السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله يومكم بكل خير وبركة درسنا لهذا اليوم هو الدرس تطبيق عملي على اختبار واختراق أحد المواقع أو فحص اختبار المواقع مثل ما نشوفي عندنا اليوم موقع بسيط تطبيق اختبار وفحص المواقع هذا الموقع مثال تطبيق لدرس اليوم رح نطبق ثلاثة اشياء في درس اليوم وهي فحص مصدر الصفحة أو السورس كود واستخراج معلومة يمكن يتفيدنا في اختراق الموقع بعدها بنحاول نخترق الموقع على حسب المعلومات اللي حصلناها في الموقع وأخيرا كيف نستخدم برنامج الزاب في هذا الدرس في درس سابق كيد شرحت لكم اهمية فحص مصدر الصفحة أو السورس كود وأهميتها في استخراج معلومات نقدر نستفيد منها في فحص الاختبار في البداية هذا الموقع يحتوي على صفحة ويب عادية جدا في بداية الأمر بنعرض مصدر الصفحة ونحاول نستخرج أي معلومة في هذه الصفحة بعد ما عرضنا الصفحة أو مصدر سورس الصفحة مثل ما نلاحظ أن الكود عبارة عن سطر واحد فبيكون هاي الكود غير مفهوم أو أن بنحاول نسهل الكود عشان نعرف نقرأ هاي الموقع هذا هي مصدر الصفحة عبارة عن HTML وفيها الكثير من المعلومات هذه مصدر الصفحة مثل ما نلاحظ مصدر الصفحة تحتوي على الكثير من الأكواد في هذه الأكواد على حسب خبرة الشخص راح يكتشف الخطأ أو في كثير من مصادر الصفحات أو مصادر صفحات المواقع ما فيها أي معلومة تقدر تفيدك لكن في درس اليوم راح نحاول نطلع أي معلومة في مصدر الصفحة مثل ما نلاحظ في هذا المثال حصلنا ملف عبارة عن PHP فيها ID equal 3 هذا احتمال يكون فيها ثغرة من أحد ثغرات SQL injection ناخذ الصفحة أو ناخذ اسم الملف ونرجع مرة ثاني للموقع ونضيفها في نهاية الرابط مثل ما نلاحظ في هذا الصفحة طلع لنا خطأ هذا الخطأ هي أحد أخطاء SQL injection أو حق قواعد البيانات علشان نتأكد أكثر أن الصفحة تحتوي فعلا على ثغرات SQL injection راح نستخدم هذا الأمر يلا هو order by ورقم واحد مثل ما نلاحظ أن الخطأ ما زال موجود بنحاول نرفع الرقم من واحد إلى خمسة مثل ما لاحظنا يوم بس حطينا رقم خمسة اختفى الخطأ نحاول الحين نقلل الخطأ بدل خمسة بنحط أربع ما في خطأ بنقلل بعد مرة ثانية وبنخلي رقم ثلاثة مثل ما لاحظنا يوم بس حطينا ثلاثة أعمدة معناها أن العدد الأعمدة هي عبارة عن ثلاثة فالحين ننتقل للمرحلة الثانية نحذف order by ونكتب union select ونكتب واحد اثنين ثلاثة على حسب الأعمدة اللي حصلناها ونضغط enter يوم بس ضغطنا enter في الصفحة وضح لي أن الخطأ موجود في رقم اثنين وثلاثة نحاول نغير في رقم اثنين أو ثلاثة في البداية بنشوف اليوزر اليوزر هو عبارة عن dp user at local وبعدين بنقرأ الdatabase شنو هي الdatabase الdatabase هي عبارة عن flee lancer وشي طبيعي لازم نشوف اصدار الdatabase نكتب virgin ونشوف اصدار الdatabase هذا هو اصدار الdatabase الطريقة الحين اللي سويناها هي عبارة عن حق منوال الحين ننتقل من المنوال ونروح نستخدم برنامج اللي هو برنامج SQL Injection هذا الSQL Injection تطبيق موجود في Kali Linux نروح نفتح الترمينل من الترمينل ناخذ صلاحيات الادمن نكتب امر sudo dash i ونكتب الباسورد عقوب نكتب sql mob dash u وعقوب رابط الموقع اللي فيه الثغرة او خطأ الSQL Injection بعدين dash dash table عقوب نضغط enter البرنامج في طبيعة الحال بيفحص لك عن الطريق بيفحص الموقع بيجرب هل في ثغرات او لا مثل ما لاحظنا ان الموقع طلع لنا نتيجة الSQL Injection هي عبارة عن تطبيق موجود في Kali Linux يسهل عليك عمليات فحص المواقع او اختراق المواقع بالSQL Injection او حقن المواقع مثل ما لاحظنا الdatabase هي عبارة عن Flee Lancer مثل ما طلعناها في الصفحة سابقا في الطريقة العادية في عندنا اثنين table بناخذ table اللي التحت اللي هو save admin ناخذ copy ونرجع مرة ثانية للتطبيق او برنامج SQL Injection نفس الامر السابق بس نحذف كلمة table ونضيف safe admin داش داش dump بعد ما سوينا تطبيق الى الثغرة عن طريق بعد ما عرفنا اسم table سوينا الدم طلعت لنا النتيجة اللي هي عبارة عن يوزر نيم والباسورد بس مثل ما لاحظ في هذا المثال ان الباسورد عبارة عن باسورد مشفر لازم نروح نفك التشفير بس في كثير من الاشخاص اللي يخترقون المواقع عن طريق SQL Injection ويحاولون يدخلون للموقع بعد ما يكسرون الباسورد ما يحصلون صفحة الادمن او اللوغن الخاصة في الادمن لو رجعنا مرة ثانية للموقع بنلاحظ ان الموقع ما في اي صفحة نقدر نستفيد منها ان هذه الصفحة هي اللي تعطينا صلاحيات الادمن في طبيعة الحال صفحات الادمن تكون ادمن مثل ما لاحظنا ان الصفحة غير موجودة نحاول لوغن بعد الصفحة غير موجودة تقدر تشيك منوول لكن رح بس اليوم ان شاء الله رح نتعلم اشلون نستخرج صفحة الادمن عن طريق برنامج زب في كثير من التطبيقات وفي كثير من الطرق ان شلون نطلع صفحة الادمن لكن في درس اليوم رح نتعلم اشلون نستخدم برنامج الزب او البروكسي وهذا البرنامج شرحنا في درس سابق هذه هي صفحة البرنامج نروح للمانوول إكس بلورر نروح ناخذ رابط الموقع ونضغط على زر لانش براوزر هذا براوزر خاص او بروكسي خاص في برنامج زب ان اي موقع نفتحه عن طريق هذا البراوزر يطلع لنا في النتائج نروح نجرب نكتب ادمن في طبيعة الحال ان هذه الصفحة غير موجودة لكن في تطبيق اليوم رح ناخذ بس كلمة ادمن ونحاول نسوي عليها تخمين تخمين صفحة الادمن نروح للهيدر الخاص في الموقع نضغط right click لك عقوب فز الفز هي عبارة عن خاصية موجودة في برنامج زب هذه الخاصية تساعدك في تخمين صفحة الادمن الخاصة في الموقع بعد ما تفتح لنا الصفحة نضغط على زر remove وبعدين بنحدد كلمة ادمن نضغط على add بعدين add مرة ثانية ومن type ناخذ اسم الملف راح ننضيف ان شاء الله الملف الخاص في التخمين هذه ملفات موجودة جاهزة في كالي لينكس تقدر تحملها من الانترنت اذا كنت تشتغل على ويندوز نروح لشير عقوب نروح لمكان اللي فيه اللستة اللي بنحاول نستخرج منها صفحة الادمن الخاصة في الموقع من الورد لست هذه عندنا اكثر من وورد لست لكن راح اختار وورد لست معينة طرعت لنا هذه الكلمات او هذه الملفة التخمين عقوب add اوكي ورح نختار نضغط على استاد فز مثل ما نشوف في صفحة البرنامج هذه عمليات التخمين فوق يعطيك مؤشر كم بالمئة خما من الملف وننتظر حتى ينتهي التخمين الحين تتم عملية تخمين صفحة الادمن او الوب بيت مثل ما نلاحظ في كثير من المعلومات منها المفهوم ومنها الغير المفهوم بس ان شاء الله في الدروس قادمة راح نشرحها اكثر اكثر لكن الهدف من تطبيق اليوم انه كيف نستخدم برنامج زاب في تخمين صفحة الادمن لازم احنا في طبيعة الحال كمختبر اختراق المواقع لازم تتعود على برنامج الزاب او برنامج البرب سويت هذا من احد افضل البرنامجين في اختبار فحص المواقع لست تخمين صفحات الادمن هي موجودة في الانترنت او موجودة جاهزة في نظام التشغيل كالي لينكس البرنامج حاليا وقف تخمين او انتهى من عملية التخمين نروح لبداية التخمين مثل ما هو معروف انما يتم معناها ان الامر اوكي والامر ثلاثمائة هذا معناها الري داي ريكت مثل ما نلاحظ في هذه الصفحة انه حصل صفحة الويب او صفحة الدخول للادمن ناخذ كوبي حق اللينك بعدين نروح ونتأكد هل هذه الصفحة او لا مثل ما لاحظنا هذا اللوغن الخاص في الادمن نحط هنا اليوزر نيم والباسورد بعد ما نفك التشفير في نهاية درس اليوم تعلمنا ثلاثة اشياء الشي الاول لازم تفحص source الموقع او مصدر الصفحة عشان تستخرج اي معلومة مثل ما شفنا استخرجنا معلومة في هذا الصفحة ان الموقع يحتوي على احتمالية ان هذا الموقع يحتوي على ثغرات الSQL injection بعد ما دخلنا للموقع او دخلنا للصفحة المحتمل يكون فيها الثغرة حصلنا هذا الخطأ خذينا الرابط او الURL عقب ما خذينا الURL استخدمنا برنامج الSQL injection عشان نشوف نطلع اليوزر نيم والباسورد الخاص في الادمن في الdatابس بعد ما طلعنا اليوزر نيم والباسورد نروح نبحث على اللوغن الخاص في الادمن في هذا المثال استخدمنا برنامج الزاب في تخمين صفحة الادمن وعن طريق البرنامج استخرجنا هذه الصفحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة